اشتركوا في القناة في حكم المؤجلة بوتين يحذر الغرب من رد عسكري على أي تهديدات والناتو يؤكد سمرار حشد روسيا في أوكرانيا زعيم المعارضة التركية يطالب بانتخابات مبكرة وجمعية رجال الأعمال تحذر أردوغان من مخاطر سياسته النقدية أهلا بكم أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة وأكد التحالف أنه نفذ 40 استهدافا مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل 250 عنصرا حوثيا في مأرب والجوف كما كبدتهم خسائر في الآليات وصلت إلى 29 آلية مصدر عسكري أعلن أن ثلاث غارات للتحالف العربي استهدفت آليات ومواقع للميليشيات الحوثية في قرية الامدخن غربي تعز وأكد المصدر أنه سقط عدد من القتل والجرح في صفوف الميليشيات وتم تدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وفاة السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو وقالت أنه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا وتابع المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة أن السفير الإيراني في صنعاء أصيب بمرض الشريان التاجي في مكان مهمته في اليمن وعاد إلى البلاد مؤخرا وأوضحت الخارجية الإيرانية أنها أجلت سفيرها في صنعاء بعد أيام من إصابته بفايروس كورونا وغادر السفير على متن طائرة عراقية بموافقة من قوات التحالف بحسب المتحدث الإيراني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التي باتت في حكم المؤجلة تشهد بنغازي اجتماعا يضم مرشحين للرئاسة فقد وصل إلى المدينة مرشح الرئاسة الليبية فتح بشاقا وأحمد معيتيق لمناقشة مصير العملية الانتخابية اجتماع الطرفين جاء في وقت لم تتخذ فيها المفاوضية العليا للانتخابات لغاية اللحظة أي إجراء بخصوص القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة في هذه الأثناء أفادت مصادر للعربية بعودة عبد الحميد الدبيب إلى عمله كرئيس للحكومة الليبية ومن المقرر صدور قرارات عن مجلس النواب الذي سيلتأم في السابع والعشرين من الشهر الجاري لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تعذر عقد الانتخابات في موعدها وأشار مراقبون إلى أن هناك عدة سيناريوهات لتلك المرحلة بينها تشكيل حكومة جديدة أو التمديد للسلطة التنفيذية الحالية معي من بنغازي مراسل العربية محمد مسعود محمد أهلا وسهلا بك مجددا هل رشح أي شيء عن هذا الاجتماع؟ يبدو أن محمد ليس جاهزا حتى الساعة لكل نتابع النشرة وفي محاولة لإنقاذ المسار السياسي الليبي من الانهيار أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن هناك عددا من السيناريوهات المقترحة بشأن تأجيل الانتخابات دون أن يفسح عنها وأوضح نورلاند أن تلك السيناريوهات ليست كلها مثالية ولكن قد يتم العمل عليها فيما أنهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز جولة ضمت طرابلس ومصراطة وبنغازي التخت خلالها عددا من المسؤولين بالإضافة لشخصيات مترشحة للانتخابات الرئاسية ومن المنتظر أن تعلن وليامز خلال الأيام القادمة عن مقترحاتها بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا انضم إليه الآن محمد مسعود مراسل العربية في بنغازي محمد هل رشح أي شيء عن هذا الاجتماع؟ نعم طالب حتى هذه اللحظة الآن لم يرشح أي شيء عن الاجتماع سوى أن المجتمعون لا يزالوا يتناقشون حول هذه المجريات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وطرح كل مرشح من هؤلاء المرشحين لرؤيته الخاصة للوضع الصواء الأمني والعسكري من جهة أو حتى السياسي من جهة أخرى والاتفاق على عدد من التوصيات أو البنود الختمية التي سوف يتم ذكرها في نهاية هذا الاجتماع طالب ولكن الاجتماع لا يزال مستمر حتى هذه اللحظة الآن في فندق تبستي بالمدينة في انتظار ما سيصفر عنه من أي نتائج في الساعات القادمة وحتى مؤتمر صحفي يجمع أبرز هؤلاء المرشحين الحاضرين لهذا الاجتماع اليوم هل ننتظر إذن بياناً ختمياً أم مؤتمراً صحفياً يشارك به جميع المشاركين من المتوقع أن يكون بيان ختمي لكل هذا العدد من المرشحين كونه هناك استحالة لأن يكون مؤتمر صحفي يجمع أكثر من 12 مرشحاً في قاعة واحدة لذلك سوف يتم الاكتفاء ببيان مقتضب ربما يتم فيه شرح ما تم الاتفاق عليه من هؤلاء المرشحين خاصة فيما يتعلق بالمرحلة القادمة أو ربما أيضاً طالب التطرق لما يحدث من هذه التحركات العسكرية أو حتى مصير حكومة الوحدة الوطنية ما بعد هذا التاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر طيب هل المجتمعون محمد وفق متبعتك يلتقون على قواصم مشتركة على أرضية مشتركة أم لا لكل منهم أجندة خاصة وربما متضاربة مع الآخر طبيعة الحال طالب كل هذا العدد من المرشحين يحمل توجه خاص أو تفكير مختلف عن المرشح الآخر ولكن هناك عدد من القواصم المشتركة ما بين كل هذا العدد من المرشحين أول هذه القواصم أو أولى هذه القواصم هي النقطة المتعلقة بعدم تأجيل الانتخابات أو حتى تأجيلها وإزاحتها إلى موعد محدد مسبقاً ولا يتم إزاحته أكثر من ثلاثة أشهر عن هذا التاريخ النقطة الثانية أو القاصم المشتركة الثانية يتمثل في كون أن الجميع لا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية ما بعد هذا التاريخ أي الرابع والعشرين من ديسمبر ويودون جميعاً في نقطة التقاء واحدة وجوهرية ما بين هؤلاء المرشحين أن يتم أو أن يكون آخر موعد لهذه الحكومة هو الرابع والعشرين من ديسمبر وبعدها يتم تشكيل مرحلة أخرى هذه المرحلة هي الغامضة حتى هذه اللحظة الآمة بين تعديل قد يشمل أو قد يطال عدد من حقائب الهامة والحساسة في هذه الحكومة أو نتحدث عن مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة ينتجها البرلمان ويمنحها الشعية في الفترة القادمة ولذلك القواصم المشتركة فيما يبدو أكثر من الاختلافات في الرؤى أو طبيعة وتصور كل منهم للمرحلة القادمة ولكن كل يتفق على ضرورة التغيير لما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر من بنغازي مراسل العربية محمد مسعود شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ومع تجاه الانتخابات الليبية نحو التأجيل يتساءل البعض عن مصير وثيقة المرحلة الانتقالية التي لم يتم تنفيذ غالبية بنودها لكن في واقع الأمر ليست الوثيقة أولى لاتفاقيات التي ظلت بنودها عالقة بلا تنفيذ بل إن هذا هو حال الاتفاقيات السياسية الخاصة بالأزمة الليبية منذ اندلاعها اجتماعات واتفاقيات نقاط وإمضاءات ما هي إلا حبر على ورق فالاتفاقيات الدولية بشأن ليبيا حلول نظرية مع إيقاف التنفيذ أول الاتفاقيات التي وضعت خريطة طريق واضحة للأزمة كان اتفاق السخيرات الذي اعتبر حينها أول مخرج فعلي من الأزمة هذا الاتفاق الموقع في 2015 نص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد فترة انتقالية لثمانية عشر شهرا وكذلك نزع أسلحة الميليشيات ودمجها ضمن الجيش الليبي المؤحد هذه البنود وغيرها تم ترحيلها من اجتماع لآخر ومن اتفاق لآخر ضربات متتالية وجهت لاتفاق السخيرات بالنزاعات العسكرية أولا ثم بإعلان البرلماني إلغاء المصادقة عليه إلا أنه ظل النواة التي ترتكز عليها معظم مشاورات الحل السياسي وصولا إلى جلسات ملتقى الحوار الوطني وما بين السخيرات وملتقى الحوار كثيرا ما ظهرت بوادر حلول لم تكتمل إلى التنفيذ ففي باريس عام 2018 تصدرت العناوين لقطة المصافحة بين خليفة حفتر وفائز السراج وتم الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر من العام نفسه ثم دارت البلاد وعادت إلى نقطة الانقسامات في مؤتمر باليرمو في إيطاليا الذي غادره خليفة حفتر حتى أن رئيس الحكومة الإيطالية قال صراحة إن بلاده لم تزعم أنها قادرة على تقديم حل للأزمة الليبية ومنذ ذلك الحين تشعبت الأزمة وتشابكت مسارات الأمن والدستور والمصالحة فلم يتم إنجاز أي مسار إلى النهاية فالحلول الأمنية التي ركز عليها مؤتمر برلين واحد واثنان وتحديدا إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة على مراحل لم يتم تنفيذ أي منها بعد ويرتبط بالمسار الأمني توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش كالسبيل الوحيد للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وكان الزخم الدولي يدفع باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية قبل الموعد المقرر للانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر قبل أن تدخل البلاد في حلقة مفرغة فتوحيد الجيش يرتبط بانسحاب القوات الأجنبية التي من الصعب إخراجها قبل وجود حكومة موحدة ورئيس منتخب فيما بقى مصير الدستور عالقاً وسط الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة أما في مسار المصالح التي ربما ظن البعض أن أولى لبناتها وضعت في ملتقى الحوار الوطني ليثبت العكس مع فتح أبواب الترشح للانتخابات التي بقي فيها الاستقطاب أبرز عنوين الخلاف وبنظرة واحدة على بنود الوثيقة السياسية للمرحلة الانتقالية الحالية والتي كان يفترض أن تتحقق قبل الرابع والعشرين من ديسمبر ندرك أن الطريق لا يزال طويلاً أمام الانتخابات الحدث الأهم الذي انتظرته البلاد وطال انتظارها منا مصطفى العربية معي من تونس الآن المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب أحمد أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية ما الذي استدعى برأيك هذا الاجتماع الطارئ في بنغازلي هذه القيادات والمرشحين وهل تعتقد أنه يمكن أن يتمخض عن مثل هكذا اجتماع شيء ما يغير من التوجه العام نحو تأجيل الانتخابات نعم مساء الخير أستاذ طالب تحية طيبة لك ولكافة المشاهدين الكرام أعتقد أن ما جمع هذا العدد من المترشحين اليوم هو للتأكيد على أن عمر حكومة الوحدة الوطنية ينتهي في 24 ديسمبر وأيضا للخروج برؤية موحدة لملء الفراغ السياسي بعد 24 ديسمبر خصوصا أن بعد 24 ديسمبر سوف تصبح حكومة الوحدة الوطنية غير شرعية فبالتالي سوف يحدث فراغ في السلطة التنفيذية أعتقد أن المرشحين سوف يخرجون بتصور موحد لملء الفراغ في السلطة التنفيذية هناك أرضية وقواسم مشتركة بين بعض المرشحين يمكن البناء عليها في تنفيذ رؤية وقرار ربما يتخذ قرار في مرحلة ما بعد 24 ديسمبر وأيضا للتأكيد على إجراء الانتخابات وهناك حديث يرد من بنغازي اليوم بأن هؤلاء المرشحين ربما يوقعون على ميثاق شرف وطني لإحترام نتائج الانتخابات وأيضا لتدليل الصعاب وتدليل كافة العوائق أمام الرئيس المنتخب والتعاون معه لفرض الاستقرار في ليبيا هناك نواية صادقة من المرشحين اليوم لأدها بليبيا للاستقرار نعم أستاذ طالب إستاذ أحمد كان الكل وحتى الأمس القريب يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية في مواعدها ومواقيتها ثم بسحر ساحر صار الجميع يعزف نغمة التأجيل لماذا؟ ما السر؟ باختصار شديد لأن لم يلتزم سيد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية بخارطة الطريق وبتعاهداته الملزمة أمام ملتقى الحوار السياسي بعدم المشاركة في الانتخابات وقفز على قوانين الانتخابات التي وضعها البرلمان وقدم ملفه للمفوضية الوطنية العلية للانتخابات وأصبح مرشحا رئاسيا وهذا ما يعترض عليه المرشحين الرئاسيين بأنهم لا يرضون بأن يكون من ضمن المترشحين رئيس الحكومة الذي قد يقول البعض بأنه استخدم خزانة الدولة مبكرا لإجراء عملية انتخابية أو تسويق انتخابي وأيضا بعض المرشحين يرفضون جملة وتفصيلا وجود سيد سيف الإسلامي قدافي ضمن قائمة المرشحين يعني هناك عدد كبير من المجتمعين اليوم يرون ضرورة استبعاد السيد عبد الحميدة بيبة والسيد سيف الإسلامي قدافي من الطائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين ويطالبون بتصحيح مسار الانتخابات لا يمكنهم الذهاب للانتخابات في ظل وجود هذه الأسماء هذه هي الحقيقة سأكتفي بهذا القدر من تونس المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الدستور أولا أم الانتخابات سؤال ظل عالقا لأشهر قبل أن يتجه الداخل الليبي والمجتمع الدولي إلى الدفع باتجاه إجراء الانتخابات قبل الدستور وبعد أن أصبح إجراء الانتخابات في موعدها خيارا شبه مستحيل عاد السؤال يتردد في الشارع الليبي من جديد طبعا الدستور مهم لأن الدستور يعتبر خارطة طريقة التي تنظم الحياة السياسية في الدولة والدستور هو القاعدة التي تنطلق منها جميع التشريعات وأيضا جميع القوانين وفي نفس الوقت يحدد صلاحيات الحكومة ويحدد صلاحيات رئيس الدولة ويحدد صلاحيات المجلس التشريعي اللي هو النواب كان هناك دستور معد قبل 2011 للشعب الليبي وهي تم القفز عليه واستبعادها وتم سياغة دستور من لجنة لم نعرف من نكلفها وأيضا وضعت قوانين في الدستور حسب رؤيتها هي وحسب أطماعها ومصالحها الشخصية وبالتالي الدستور اللي ما بعد 2011 هذا الدستور مشكوك فيه ولن نقبل به ولا ضد الانتخابات بدون ما يكون فيه دستور الانتخابات طبعا نقصد الانتخابات الرئاسية ومع الانتخابات المياهية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصة روسية أطلقت بنجاح صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر في منطقة تدريب في البر الروسي وقالت وزارة الدفاع أن تدريبات شملت أيضا تحركات سرية ودعما من سفن حربية وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال أن جيش بلاده في الصدارة عالميا من حيث الحداثة مضيفا أن جميع محاولات الغرب لعزل روسيا ستذهبوا عبثا وأشار شويغو إلى اكتمال اختبارات أحدث مركبة جوية بدون طيار في روسيا وبدء إمداد الجيش الروسي بطائرات استطلاعية وهجومية حديثة شويغو أضاف أن نسبة تجهيز القوات المسلحة الروسية بأسلحة حديثة بلغت حوالي 71% مشيرا إلى أن البحرية الروسية حصلت على ثلاث غواصات وأربع سفن جديدة وقال وزير الدفاع الروسي أن واشنطن شكلت لواء متعدد المجالات في أوروبا وتخطط أن يتضمن أنظمة صواريخ متنوعة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يزيدون من كثافة وحجم قواتهم بالقرب من روسيا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال عقب التطورات الأخيرة المتعلقة بالنزاع الحدودي مع أوكرانيا إن بلاده قد ترد عسكريا على التهديدات الغربية وستستجيب بشكل مناسب في حالة العدوان الغربي المحتمل مضيفا أنه يتعين على الجيش الروسي إجراء تغييرات على تدريباته العسكرية مع ضرورة تطويره بشكل أكبر بوتين أشار أيضا إلى أن الغرب نفذ تقييمات خاطئة بعد نهاية الحرب الباردة مؤكدا بأن الطرف الغربي هو المسؤول عن التوترات العالمية من جهتي قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسيان ستولنبرغ إن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا مستمر وأضاف ستولنبرغ أنه تم رصد مواصلة الحشد رغم الدعوات الدولية للتهديئة أمين عام النيتو أكد أنه سيتم الدعوة إلى لقاء بين روسيا وأعضاء الحلف بشكل عاجل العام المقبل لمناقشة الوضع على الحدود مع أوكرانيا وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت أن فريقا من البنتاجون توجه مؤخرا إلى أوكرانيا لتقييم احتياجاتها في مجال الدفاع الجوي وذلك وسط توترات بين موسكو وكييف أثارت مخاوف غربية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن الفريق عاد حديثا من أوكرانيا لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أكثر عندما يكون هناك قرار بتقديم المزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانيا مع من موسكو الآن لمزيد من المتابع عبر سكايب المحلل السياسي تيمور دويدار سيد تيمور أهلا وسهلا بك الرئيس بوتين قال إن بلاده سترد عسكريا على أي تهريدات غربية وستستجيب بشكل مناسب في حالة العدوان الغربي المحتمل ما سر هذه التصريحات والمواقف من الرئيس بوتين مع العلم أنه لا أحد في الغرب يهدد روسيا مباشرة هذا موضوع مريب ما ذكرته لكن جابة على سؤالك هو بالتحديد أن ترجمنا من الروسية قال تقنيات عسكرية أو استخدام عسكرية ليس تلوح بالسلاح إنما نوعا من ذلك أي ربما سوف تقترب الصواريخ الروسية من الحدود الأوروبية في أماكن مختلفة على الكرة الأرضية أو في القارة الأوروبية بخصوص تهديد الغرب الذي حضرتك ذكرته ساعة 2019 جيمس بيكر وعد غرباتشوف أن الناتو لن تتوغل في أوروبا الشرقية ولن تقترب من حدود روسيا وورين كريستوفر في 1997 وعد يلتسن بنفس الكلام في النهاية نرى دول البلطيق بولندا حتى الآن أوكرانيا تود الانضمام لحلف الناتو والاقتراب من الحدود الروسية أو من العاصمة الروسية فبالطبع ربما سيد بوتن الآن في وضعه الآن لا أدري ماذا حدث لكن صحة ويقول لقد بلغ السيل الزبر طب ولكن يا سيد تيمور إذا كانت أوكرانيا وهي دولة حرة ومستقلة وذات سيادة تريد الانضمام إلى حلف الناتو ووافق الحلف على ذلك لماذا تريد موسكو دائما أن تمارس دور الوصاية على كييف بأن هذا يحق لك هذا لا يحق لك لماذا؟ أولا يعني لا أود أن أقوم محاضرة في الجيو السياسية والنفوذ الروسي بما مثله هو نفوذ كل الدول كل الدولة إقليمية في الإقليم في حين أنت ذكرت ستولتنبرغ ستولتنبرغ ذكر أن موضوع النفوذ هذا خبر كان في أن نحن نعيش في القرن الواحد وعشرين ماذا تتحدثون عنه لكن هو موضوع سياسي بحث ونعم أوكرانيا ضمن النفوذ الروسي وجورجيا كل دولة الاتحاد السوفيتي السابق من نفوذ روسيا ومن روسيا كدولة إقليمية كبرى لديها الحق أن يكون لها تلك تطلعات هل استعراض موسكو لعضلاتها سواء من بحر اليابان عندما أطلقت اليوم هذا الصاروخ كروز لألف كيلومتر إلى البحر الأسود إلى أوكرانيا يشير أنها لا تريد أبدا الحرب أم لا هذا يؤكد أنها تسعى إليها شوف التصعيد الكلامي الذي نشهده الآن بين موسكو ودول الغرب ومنظمة حلف الأطلسي بالأخص الاستعراض العسكرية التي تقوم بها روسيا وبالطبع رد فعل يعني من بدأ بدأ الغرب بـ نيتو مثل ما ذكرنا يعني بـ التواغل في الحدود في الاتجاه الشرقي لكن هو تهديد نوعا ما هو تهديد هو ما يدعم السياسة أو الحوار الدبلوماسي سأكتفي بهذا القدر من موسكو عبر سكايف المحلل السياسي تيمور دويدار شكرا لك سيد تيمور دائما على هذه المشاركة من ضمن جولة العربية على إقليم دومباس شرق أوكرانيا حيث يدور منذ سنوات نزاع مسلح بين الإنفصاليين المدعومين من موسكو والقوات الحكومية الأوكرانية رصد فريقنا الوضع في المناطق الحساسة كما رصد موقف كييف الرسمي بشأن الحصول على تجهيزات دفاعية من دول الناتو هذه هي البقعة الصغيرة التي لم يسيطر عليها الانفصاليون في إقليم دومباس توجهنا إلى المنطقة المهجورة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة والانفصاليين ناقلات جند على طرق متعرجة وآثار تحصينات تشهد أن حربا ما دارت هنا بين إخوة أعداء أكثر من ثلث السكان هنا من أصل روسي فيما تنخفض هذه النسبة إلى 17% على مستوى أوكرانيا عموما في هذه المناطق الفقيرة يختلط عمال المناجم الأوكرانيين بزملائهم الروس ولا يأبه أحد لقرع طبول الحرب ولداي من أصل روسي حصلا على الجنسية الأوكرانية وأنا أعيش هنا منذ سبع سنوات وأعمل في مناجم الفحم سياسيا تبدو اللهجة حازمة في كياذ حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية للعربية إن من حق بلاده الحصول على تجهيزات دفاعية في مواجهة روسيا نحن ندافع عن أرضنا ليست أوكرانيا من احتل أرضا لروسيا بل العكس من حقنا الشرعي أن نمتلك امكانيات لرد الهجوم وعبر اتصالاتنا مع شركائنا الدوليين نناقش تزويدنا بتجهيزات دفاعية في شرق أوكرانيا لم تختفي رموز الحقبة السوفيتية تماما رغم تغيير أسماء حوالى خمسين ألف شارع كانت تحمل أسماء رموز شيوعية في عموم البلاد ورغم اقتلاع ما يقرب من ألف وثلاثمائة تمثال للنين في العاصمة والغرب الأوكراني وبعض الشرق حيث ما زال قائد الثورة البولشيفية حاضرا في عدة شوارع وساحات عامة على هذه البقعة يستعد الإخوة الأعداء لاحتمال مواجهة جديدة أوكرانيون يقاتلون أوكرانيين فتشجع موسكو هؤلاء ويحمس الغرب أولئك فيما الناس منقسمون شعبيا بين غالبية تريد الالتحاق بالحلف الأطلس والاتحاد الأوروبي وأقلية تتعاطف مع روسيا وتتحدث بلهجتها في اللغة كما في السياسة حسين قنيبر العربية من مدينة توريتسك شرق أوكرانيا نشهد الخامسة مستمرة فيها أيضا مستشار الأمن القومي يصل إسرائيل اليوم لبحث برنامج إيران النووي أهلا بكم جديد قال الرئيس العراقي برهم صالح أن هناك حاجة ملحة لتخفيف توترات المنطقة ودعم مسار الحوار في حسم الخلافات القائمة كما شدد الرئيس العراقي على أهمية الدور المحوري للعراق في المنطقة وضرورة ضمان أمنه واستقراره وسيادته جاء تصريح الصالح خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإيطالي الجديد لدى العراق حيث أكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل معا لمواجهة التحديات المختلفة لسيما مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل اليوم لبحث برنامج إيران النووي وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن سوليفان سيجري مناقشات مفصلة مع رئيس الوزراء نفتالي بنت بشأن البرنامج النووي الإيراني وأضاف المسؤول أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين سيتحدثون عن توقعاتهم للأسابيع المقبلة فيما يتعلق بالمحادثات مع إيران وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران ستتخذها في حال فشل المفاوضات حول الملف النووي في فيينا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه بناء على موقف إيران من الجولة الأخيرة في المفاوضات كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى وأضافت ساكي أن هذا العمل جاري وهناك أيضا مشاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء حول العالم معي من باريس الآن لمزيد من المتابعة والتحليل رامي الخليفة علي وهو محلل سياسي استاذ رامي أهله وسهلا بك إلى ناشط الخامسة من العربية هذه الاجتماعات الماراتونية المتواترة بين التل أبيب وواشنطن والمستمرة يعني منذ أكثر من ثلاثة أشهر نرى زيارات متبادلة هل تدل فعلا على أن واشنطن تريد ردع إسرائيل عن القيام بأي مغامرة عسكرية لذلك نشاهد هذه الاجتماعات أم لا العكس واشنطن وتل أبيب تخططان فعلا لسيناريو حرب عسكري ضد إيران في حال فشل المفاوضات نهائية نعتقد أنه الاحتمال الأول بالدرجة الأولى هذا يشير إلى أن هناك صعوبة في الخيارات المتاحة سواء أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو أمام الجانب الإسرائيلي لأن الخيار العامل العسكري ليس خيارا سهلا وإنما خيارا صعبا لألغاية لأن أثاره سوف تكون كارثية والحقيقة إذا ما عدنا إلى بعض الوثائق منها على سبيل المثال مذكرات إيهود باراك ومذكرات مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أشارت إلى أن هذه الفكرة فكرة ضرب المشروع النووي الإيراني طرحت منذ العام 2002 عندما كشف للمرة الأولى عن وجود برنامج نووي سر لدى الجانب الإيراني ولكن منذ ذلك الحين وحتى الآن والولايات المتحدة الأمريكية تعارض قيام إسرائيل بضربة عسكرية أو بالهجوم العسكري لأنها تدرك بأن ذلك لن يقتصر على مواجهة إسرائيلية إيرانية بل الأمر سوف يتعداه وربما يمس المصالح الأمريكية وبالتالي كانت هناك معارضة على الدوام هل ما يحدث الآن من المفاوضات جلت في فيينا يشي بأن هناك تغيير في الموقف الأمريكي حتى الآن لا يبدو ذلك واضحا بالرغم من التصريحات المتوالية التي نسمعها وفي الحقيقة استمعنا إليها طوال السنوات الماضية بأن كل الخيارات متاحة بما فيها الخيار العسكري وبالتالي باعتقادي بأن حتى الآن الخيار العسكري مستبعد ولكن ذلك مزيدا من الضغوط على الجانب الإيراني من أجل الوصول إلى اتفاق النقطة الأساسية نقطة أخيرة أسمح لي بالإشارة إليها هي أن الجانب الإيراني يشتري الوقت وهناك الآن تصور لدى المسؤولين الغربيين ولدى حتى خبراء بأن إيران تريد التفاوض انطلاقا من نسبة تخصيص 90% وهذا يعني امتلاك القدرة على صناعة السلاح النووي عند ذلك يصبح التفاوض على أسس مختلفة غير التي بني عليها اتفاق العام 2015 وبالتالي بالفعل هذا يترك التحدي كبيرا للغاية أمام الإدارة الأمريكية على وجه التحديد بس أستاذ رامي أنت تعرف المثل اللي بيقول يعني البدو يضرب ويهاجم لا بيهدد ولا بيتوعد ينفذ ذلك هنا السؤال هل يمكن لتل أبيب أن تقوم بمغامرة حربية بهذا الحجم بدون ضوء أخضر أمريكي بمعنى أن تتصرف وحدها هل يمكن تصور ذلك أم لا هذا مستحيل أيضا كإجابة مباشرة لا لا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي قادر بالفعل على الدخول في مواجهة مع الجانب الإيراني بدون أن يكون هناك غطاء سياسي على الأقل من قبل الجانب الأمريكي وحتى غطاء عسكريا لأن الرد لن يقتصر على الجانب الإسرائيلي رد الإيراني كما تهدد إيران وإنما ربما يشمل أماكن أخرى وربما يشمل أيضا أهداف أمريكية وبالتالي لا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تذهب منفردة باتجاه عمل عسكري لأن ذلك سوف يكون مكلف للغاية وبالتالي باعتقادي أن هذا السبب أو هذا الدافع هو الذي أدى إلى المحادثات المتوالية التي نشدها ما بين الإسرائيليين والأمريكيين في نهاية المطاف باعتقادي أن الرهان ما زال حتى الآن أستاذ طالب على المفاوضات باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلال الوصول إلى اتفاق بالرغم من قرقعة السلاح التي نسمعها والتي أنت محق تماما وتحليلك دقيق إلى حد بعيد سماعها يدل على أنه ربما ليس خيارا مطروحا حتى الآن على الأقل وإلا لما كنا نسمع ذلك وإنما نشهد عملنا عسكريا مباشرا ممتاز من باريس رامي الخليفة على المحل السياسي شكرا جزيلا لك استاذ رامي على هذه المشارك تظاهر مئات الأفغان في كابل للمطالبة بالإفراج عن الأصول الأفغانية التي جمدتها دول غربية بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وشهدت التظاهرات التي سمحت بها حركة طالبان انتشارا أمنيا كثيفا وسط العاصمة كابل وطالب المتظاهرون حركة طالبان بالاستجابة إلى المطالب الدولية والحصول على الأموال المجمدة لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد أعلنت لجنة أطباء غرب دارفور عن ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور مؤخرا إلى 148 قتيلا وإصابة 123 آخرين في مناطق مختلفة في دارفور بينها كرينك التي سجلت عددا كبيرا في القتل والجرحة سقطوا خلال مواجهات المسلحة وهجمات على القرى والبلدات قالت المتحدثة باسم الحكومة الأثيوبية أن القوات المسلحة ما زالت تعمل على إخراج قوات جبهة تحرير تيجري المتمردة من إقليمي أمهر وعفر المجاورين ورفضت الحكومة الأثيوبية البيانة الصادر عن قوات جبهة تحرير تيجري التي قالت بأنها نفذت انسحابا استراتيجيا من إقليمي أمهر وعفر إذن الصراع بين القوات الفيدرالية الموالية لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد وجابت تحرير تيجري تسبب بأزمة إنسانية حادة فالألاف ما زالوا نازحين مع معاناة الكثيرين من نقص حاد في الغذاء الأمر الذي دفع أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي في انتهاكات مفترضة خصوصا مع قطع الاتصالات في منطقة النزاع وتقييد وصول الصحافيين القتال بين الجانبين أثار قلق المجتمع الدولي فيما فشلت الجهود الديبلوماسية التي قادها الاتحاد الإفريقي لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في تحقيق أي تقدم ملموس أما ميدانيا فأعلن كل من الجانبين إحرازه تقدما جبهة تحرير تدري كانت قد أعلنت أنها أصبحت على مسافة 200 كم برا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أواخر أكتوبر الماضي قبل أن تعلن انسحابها من عدد من المناطق مؤخرا بينما تقول إثيوبيا أنها استعادت بلدات رئيسية عدة شهر الماضي وفقا لوسائل إعلام حكومية نشرة الخامسة مستمرة فيها أيضا موديرنا تعلن إمكانية تطوير الجرعة المعززة ضد وميكرو أهلا بكم جديد طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو بتنظيم انتخابات مبكرة بشكل فوري وقال كليتشدار أوغلو أن مشكلة البلاد الحالية ليست اقتصادية ولكن سياسية تتمثل في الرئيس رجب طيب أردوغان مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عاجزة عن توفير مناخ من الثقة وأن البلاد تحتاج إلى استراتيجية بدلا من خطط قصيرة الأمد جمعية رجال الأعمال الأتراك حذرت في بيان شديد اللهجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مخاطر مواصلة السياسة النقدية التي زعزعت الاقتصاد التركي بالكامل وفقا للبيان وأضافت الجمعية أن الضرر لم يعد محصورا في قطاع الأعمال بل وصل إلى تهديد معيشة المواطنين كما لفتت إلى أن الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية الاقتصادية إذن جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تتحاشى عادة الخوض بالشأن السياسي خرجت عن صمتها ووجهت تحذيرا للرئيس أردوغان فالجمعية شددت على وجوب تقييم الأضرار التي لاحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق وانتقدت الجمعية التي تمثل نحو 85% من شركات التصدير أردوغان لتمسكه بالدعوة إلى خفض أسعار الفائدة رغم الضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وأفقار تركيا وفقا للجمعية حيث يعتمد الاقتصاد التركي على الواردات لإنتاج السلع من الأغذية إلى المنسوجات وبالتالي فإن ارتفاع الدولار مقابل الليرة له تأثير مباشر على أسعار المنتجات الاستهلاكية كما أكد الرجال الأعمال على أن الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية رغم ما شهدته الليرة التركية اليوم من ارتفاع بأكثر من 33% ترجمة نانسي قنقر ينضم إلي من اسطنبول لمزيد من المتابع أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة دكتور سمير أهلا وسهلا بك جمعية رجال الأعمال التركية دخلت على الخط الآن وحذرت في بيان شديد اللهجة الرئيس أردوغان منما غبت مواصلة سياساته المالية والاقتصادية هل تعتقد أن هذا الموقف سيغير من سياسات الرئيس أردوغان أم لا شيء سيتغير؟ نعم مثال خير الجميع أولا طبعا ما تقوله جمعية رجال الأمل والصناعين الأتراك مهم برأيه وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في نقاط أساسية تطرغت إليها بينها بتحديد بعض الاقتراحات بعض المطالب وتصورها لماذا ينبغي الأخذ بما تقوله الجمعية؟ أنها أكبر تجمع صناعي لرجال الأعمال في تركيا وكانت أيضا حتى الأمس القريب تقف إلى جانب حكومة العدالة والتنمية في مواقفها وسياساتها لأن هذا التحول على ضوء هذا البيان المعلن مؤخرا هو الذي برأيه زاد التباعد أو تسبب في هذا التباعد بين حكومة العدالة والتنمية وبين جميع رجال الأعمال ربما نقطة مهمة أيضا أغضبت الحزب الحاكم هي أن أحزاب المعارضة رحبت بهذا البيان ودعمته ودعت إلى تبنيه وهذه كانت نقطة ثانية أيضا تسببت في ردود الفعل التي تابعناها ضد هذا التجمع دكتور سمير أنا مع لا يعني الإعلام المقرب من الرئيس أردوغان دائما يتحدث عن مؤامرة أنه في مؤامرة غربيا بالتعاون مع أطراف داخلية لإسقاط الرئيس أردوغان والحزب الحاكم شعبيا وبالتالي فإنما يجري لا علاقة له لا بالاقتصاد ولا بالمال بل هو متعلق في السياسة متعلق بالدرجة الأساسية بضرورة إخراج تركيا من أزمتها الاقتصادية والمالية هذه هي النقطة الأساسية التي نركز عليها في الداخل التركي نظرية المؤامرة أو الذهاب وراء وجود أصابع خارجية تستهدف تركيا أظن أنها بدأت تتراجع بشكل تدريجي حتى قيادات سياسية في الحزب الحاكم أيضا بدأت تركز على ضرورة إعطاء الأولوية للداخل التركي ويبدو أنه نعم هذه القناعة بدأت الآن ترى صدى وفيه الآن تحول في طريقة للتعامل لكن بالشق الخارجي وأنت نعرف تماما أنه كان فيه أكثر من رسائل أيضا تصعيدية من الخارج مثلا رسائل الرئيس الأمريكي بايدن عندما كان مرشح وتهديداته إلى أنقرة إلى السلطات السياسية هذه هي التي تدفع الحكومة للتركيز على مسألات وجود بين مجزوجين نظرية المؤامرة من أسطنبول أستاذ العلاقة الدولية الدكتور سمير صالحة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أكد المدير التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية لتصنيع اللقاحات ستيفن بانسل أن الشركة لا تتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويمكنها أن تبدأ العمل خلال بضعة أسابيع مشيرا إلى أن الشركة تأمل في أن تبدأ بالتجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون بداية العام المقبل بينما تركز في الوقت الحالي على عمل الجرعات المعززة رغم نجاح الريال اليمني في التعافي بعد هبوط مستمر أدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق إلا أن مواطني مأرب لم يشعروا بتغير مماثل في الأسعار رغم محاولات ضبط السوق والتشكيل اللجاني لمراقبة الأسعار وضبط التجار المخالفين كاميرا العربية نزلت أسواق مأرب لمعرفة أراء التجار والمواطن تحسن كبير شهدته العملة اليمنية خلال الأيام الماضية ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات المختلفة كيلو ثمانمائة كيلو ثمانمائة بعض البائعين يرون أن تحسن الريال قد انعكس إيجابا على أسعار المنتجات الآن ألت شويه بس ما وش مستغر السعودي السعودي ما وش مستغر أمس بمائة وثمانين والليوم بمائة وحمسة دولادين غير أن الأسواق ما زالت غير منضبطة كما يقول البعض نرجو من السلطة المحلية أن تضبط الأسعار لأنه كل تاجر ومعي سعر وكل صرف ومعي سعر وكل إنسان صاحب محل ومعي سعر التلعب هذا يضبطوا التلعب هذا لأنه يوم معهم ينخفض ويوم يقولوا يرتبع الخضروات والفاكهة انخفضت أسعارها كما يقول نجيب فيما لا يتفق بعض زبائي نجيب مع ما يقوله العملة تعسنت والتجار جالسين على ما ماسكينل هذا ما حاجة تنزل ولا حاجة أما حسين فحدد بعض السلع الأساسية التي انخفضت أسعارها مثلا كان الصرف 450 كان الكيسة السكر بـ 60 ألف اليوم الكيسة السكر بـ 35 ألف الكيسة الروتي كان بـ 47 ألف اليوم بـ 28 ألف أكبر حاجة كثيرة نقصات شركات الصرافة أبدت التزاما بأسعار صرف الريال كما يقول لنا ممدوح والذي يشرح لنا أسباب هذا التحسن بفضل الدولة السعودية حفظهم الله نقص على الصرف بسبب الوديعات وفرت العملات الأجنبية في البلاد اليمنية داخل البنك اليمني رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني إلا أن الخلافة ما زال قائما بين البائعين والتجار الذين يرون انخفاض الأسعار وبين مواطنين يؤكدون أن الأمور لم تتغير كثيرا أحمد دقاتو العربية محافظة مأرب ومع قرب نهاية عام 2021 مشاهدين هذه أبرز أحداث الشرق الأوسط خلال العام موسيقى 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 بيانا العلاء الذي سيسم توقيحه في هذه الطم المباركة للتضامن والاستقرار الخارجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصف القدر والتآخي بين دولنا وشعوبنا حادث استثنائي ويمكن السفينة الكبيرة اللي حصل بيها هذا الجنوح تعتبر من أكبر حاملات الحاويات على مستوى العالم أشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريك حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوضلة وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره موسيقى 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 إعلان تشكيلة الحكومة جديدة ضبقاً لأحكام المواد 91 103 104 105 من الدستور القرار الأول يتبثل في تجميد كل اختصاصات المجلس الميابي موسيقى قررت الجزائر خطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ويبتداء من اليوم موسيقى أحلان حالة الطوارئ بمجميعاً حال البلاد حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء عظاوي خامساً حل مجلس الوزراء إلى كل من قلب في هذه الليل فقط تعرض منزلي إلى عدوان الجبان والحمد لله والشكر أنا هو من يعمل معي في ألف خير إلى اللقاء